لكن أنا بس حسبت لكم أن هؤلاء الناس لا يتصفون بأمانة النقل وحطاب القصين علشان أنا متحفظ في اللفظ جدا أمانة النقل تقتضي أنه ينقل بجد الأستاذ إسلام بحيري كان على مدخلة مع الأستاذ مع الدكتور عبدالله النجار الحوار بينهم من بعض في إحدى القنوات وفي أحد البرامج والدعى إسلام بحيري بعصبية تمثيلية إلى أن الإمام ابن تيمية بيأمر بالقتل علشان أنت بتجهر بالنية بيقولك ده ابن تيمية لو واحد قال نويته صلي الدورة البرقات لو أحلى صوته بالنية يتقاتل يتقاتل فالدكتور عبدالله النجار قال له لا كلام ده مش مزبوط والله أنا سمعت الحلقة دية والله ما نمت أنا يعني فعلا يعني كنت متعب جدا كان بعد صلاة الفجر سمعتها على اليوتيوب ادمهشت جدا وكان بعد صلاة الفجر وجاي من صفر لكن نزلت المكتبة ونقبت وجدت الراجل ما بينقلش بأمانة للأسف الشديد وجدت الرجل يكذب على الإمام ابن تيمية وجدت الرجل يدلس على الإمام ابن تيمية للأسف الشديد وبينقل النقل غلط عشان يشوي غلط مسكته بقى مسكة كده في النص دوت وقلت إيه تم تيجي نتسلى ونتعلم ونشوفه اسمعوا المقطع الصوتي دوت وبعدين تفكروا فيه وناخد فاصل وهنواصل اسمعوا المقطع ثم نعود اسمعي معايا لو قلولك ده عشان باختعرفيه ابن تيمية مجموعة الفتاوة الجزء اكتب ورايا دكتور عبدالله عشان تعرف ان الإسلام لا يكذب انا هاري كله انا هاري كله يا اسلام اسمع لو سمحت دكتور عبدالله لو سمحت تسمع ده ده وقتي في الكلام اكتب ورايا يا سيد ايمان الجزء الـ 22 مجموعة الفتاوة صفحة 2235 و2036 المحقق انوار البياذ وعمل الجزار الناشر دار الوثاء طبعة 2005 الطبعة الثالثة واختلك كل تفاصيل الكتاب واسمعي بقى إجابة ابن تيمية اللي دكتور عبدالله بيقول ان الإسلام بيكذب انا هاري بقى دار الوثاء دي سعرفك حاجة بعد ازمك بعد ازمك دار الوثاء دار الاخوان المسلمين لو سمحت اخوان المسلمين في النهاية لو في النهاية الكتب نتاليان المسلمين لو سمحت اقرأ الطبعات المحايدة اقرأ الطبعات المحايدة ولا تبع السعادة لو مفيش محايدة مش هتقوموا النطق موجودة الاصلية مش عايزين نتحك عالناس الانتعمال مخطوطة الاصلية موجودة استمع الإجابة اللي موجودة في كل الطبعات وطبعة السعادية لو سمحت تسمع الإجابة يا سيد ايمان ايه فالدكتور عبدالله انا هستعذف حدثك اسمعه بعد كده هاسمع طبعاً نرد من حدثك بصي ايه ان ازانيا مقالش او ان اسلام فاين كان زمي غرط بصي يا حضرك السؤال انا قلتلك للصفحة والرقم وموجودة في كل طبعات قدر الوثاة بالمناسبة ها ده كلام زمياء مجموع الفتاة ومفاش كلام مش عان يتقوّل وقلتلك الكتاب والصفحة والطبع تمام عن رجل سئلة سأل المفروض الامام يعني اذا صلى يشوش عالصف بالنية بقول النية الذي حواليه وانكروا عليه مرة وأخرى ولم يرجع وقال له إنسان يعني واحد قال له قال للرجل اللي بيقول إنه بسوط عاني ده هذا الذي تفعله ما هو من الدين فقال له هذا دين الله الذي بعث به رسوله يعني هو رجل معتقد من النية من الدين اسمع الإجابة بقى يا رسول زيمان على ابن تيمية للفقيه ابن تيمية فأجاب الحمد لله الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائي وأصحابي وثلاث الأمة وأئمتها ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه بالشريعة واستتابته من هذا القول قول النية يا فاند وستيقظه من هذا القول فإن أصر على ذلك القتل قتل وقلت لكم الصفحة والجذب مشروعا عند حضرتك وقال لك حاجة مهمة جدا قال لك انتقي الطبعة ربما دي تكون طبعة مظلوطة الحمد لك عن كل الطبعات وفيه بحيثين كثير وده كثرة عيب عيب في نفسها معانا أي طبعة لابن تيمية بنفس الطفحة ونفس الجذب هتلاقي فيها الإجابة عن سؤال النية أنه يستتاب أو يقتل عيب بتتحقوا عن الناس ها أنا اللي بتقاول عابن تيمية أنت اللي مارتش كتب يا دكتور تسمع الكلام طبعا تتخط قلت يا خبري سود هو إيه ابن تيمية حيفتي بقتل إنسان عشان صوته علي في النية قال لك إقتلوه سمعتهاش قبل كده من إيه إمام من الأئمة بس كلام بتاع الأستاذ إسلام بحيري بيقول إن ابن تيمية قال كده والراجل جاب الطبعة والجزء والصفحة وكل اللي أنت عاوز تقوله يقوله حيعمل إيه بعد كده والحقيقة طبعا كلام عجيب راجل جهر بالنية يقوم ابن تيمية يقتله ويفتي بالقتل والله يبقى مع حق مع حق الأستاذ إسلام بحيري إن ابن تيمية ده يبقى كيت وكيت 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 وليه ده ده إيه ده ده إيه العصر الدموي ده وإيه الشغل الغريب ده وإيه الفتوى الغريبة دي بس أنا عارف عن ابن تيمية غير كده رضي الله عنه أرضاه قول إيه رحت بقى إيه جاي بالمراجع وعدت فحص وفحص فجئت الموضوع غير كده خالص فجئت إن فيه وركز معاه في اللي بقوله السؤال اللي الراجل بيسأله لابن تيمية تضمن مسألة تانية غير مسألة الجهر بالني كان بيسأل عليها الإمام ابن تيمية وعشان كده ابن تيمية جاوب في السؤال على موضوعين على موضوع النية وعلى موضوع الردة الرجل أسائل أدب وشتم وارتد وقال كلام خطير جدا كلام تحليله عند العلماء خطير يمكن إحنا في زماننا ده حنشوفه تافه لكن في الزمن الأول الكلمات كانت تبقى مختلفة زي ما بيقولوا كده إيه كلام خطير جدا إيه الجزء اللي أخفاه السيد إسلام هو دوت اللي حنشوفه بعد هذا الفاصل ونواصل علشان نكشف الحقائق لكل متفاهم وذائق ابقوا بعد طبعا يا جماعة العمل الإسلام بحير في الحلقة ده ده نموذج واحد للي كل حلقاته بيعملها فيها يعني وعشان كده أنا بقوله خلاص إحنا مش هنسيبك إحنا هتلقنا نطلق في كل حتة وفي كل يعني خلاص حالة التغييب والتخدير اللي عملتها لبعض المساكين مش هنسيبك فيها تاني خلاص وحندفع عن صحابة رسول الله وحندفع عن ابن تيمية وحندفع عن البخاري وحندفع عن الصحابة ولا نقدسهم ولا نقدسهم وما هياش معركة معاك إحنا بندعي لك إن ربنا سبحانه وتعالى يهديك بس ما عندناش أكتر من كده نقوله مش بنغلطه بنعم نرجع مرجوعنا الكلام اللي بيقول إيه اللي عمله حاجة بيسمى عندنا ده في علم الحديث اسمه التدليس التدليس ده إنك تخب حاجة كده وتتعه وتروح على طول تلاقي الناس قدام منك بتبرجل وسامع الكلام مبتصر تلقاه زي نظام ولا تقرب الصلاة صدق الله العظيم ده الكلام ده مع الناس المتخصصين أو ليهم ثقافة أو ألمان بالثقافة أو في زمن الكمبيوترز والعلم الحديث ما ينفعش الكلام ده خلاص بح ما بقاش فيه تدليس ومش هنسمح لك تدلس علينا تاني مرة تانية أنا بديكم مثال وعلى فكرة دي بداية مش نهاية والله بداية وبحلب بالله جبار السموات والأرض أني حتتبع كل حاجة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحن وحن حن حننمسكها كده ايه نمزمز فيها كده ونشف فيها علشان نكشف لحسن هو البعض فصر سكوت العلماء أنه ضعف أو عدم معرفة أو خلافه بناش الطنطنة دي وبناش الاحتماء برئيس الدولة وحيقتلوني وحيعملوني احنا لا بنقتل ولا بنفت بالقتل احنا محتاجينك اخ وصديق وزميل وعزيز وحبيب وناقد وعالم مش مبسوطين ابدا اني واحد يخرج من المنظومة الاجتماعية بتاعت شعب بيحترم البخاري شعب لما بتيجي سيرة البخاري يقول لك ايه احنا غلطنا في البخاري شعب بيحترم اتربنا على ده اتربنا على اه 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 على ناس بيعملوا جلسات بيحتفلوا بيها انهم مش ختموا القرآن انهم ختموا صحيح البخاري اتربنا على طرق طراصنا اللي لما ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه اه عمل فتح الباري شرح صحيح البخاري جومع اهل مصر خارج المدينة واعدوا يحتفلوا بقول لك خمسمائة الف دينار من الزبائح ويعني شعب بيحترم السنة وبيحترم كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي احاديث صحيحة مفيش قداسة مش هقول كل شوية فكرك علشان بعض يقول لك ايه اصلي ده بتقدسه المخ ما بتقدسه حد شوفوا بقى الاستاذ الباحث اللي بيقدم نفسه على انه باحث وده الشيء الكوميدي في الموضوع بيقدم نفسه انه باحث في العلوم الشرعية ما هو فيه مصطلحات كده اول ما بقراها بابدأ اقلق مش باتهم على الكل بس بابدأ اقلق يقول لك خبير استراتيجي باحث ناشط سياسي معلش سامحوني انا بعض هؤلاء مش بالكفاءة والدربة الكافية يلا الديني بقول كلام في منتهى الهدوء والتركيز وانتوا بقى ايه تقدروا الموقف المهم الكتاب هو هو الكتاب نشوف اول صفحة عشان تتطمنوا ان احنا جبنا الكلام بتاع اسلام بحير اللي قالوا واقسم بالله بالله انه هو ده اهو يا سيد مجموع الفتاوى المؤلف تقي الدين ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سبعمية تمانية وعشرين هجرية ما فيهاش كلام طب من المحقق انور الباز وعامل الجزار نفس الكتاب والمرجع اللي بيقوله الناشر ايه دار الوفاء الطبعة التالتة الف روحة وستة وعشرين و الفين وخمسة ميلادي طيب هنا بقى احنا شفنا قد المصدر هو بتاعنا هو نفس المصدر بتاعه اللي هو مجموع الفتاوى نشوف اللي بعده السؤال بقى علمتلك انا بالاحمر حتطلك خط احمر كده تحت خالص وسئي له نفسك شيء عن رجل اذا صلى يشوش على الصفوف الذي حواليه بالجهر بالجهر بالنية وانكروا عليه مرة ولم يرجع وقال له انسان هذا الذي تفعله ما هو اللي بعده ما هو من دين الله وانت مخالف فيه السنة ورح صاحبنا اسلام بحير وقفنا قالها ايه بصي بقى يا استاذ دينا بقى بصي بقى يا استاذ دينا شوفي بقى اتفرجي رح ردد الاستاذ ابن تيمية الاخ ابن تيمية بالمناسبة وحنوقف عند كلمة الاخ تمام رح ردد ايه وقال لها شوفي رح قيل ايه فأجاب أجاب هم للصفحة اللي قدامك دي اتراحت فين الله ما قالهاش لي تبرا ده سؤال الحلقة للنوهاء والنشطاء تب اذا كنت راجل بتدفع عن قضية ما قلتش الصفحة دي ليه لانك لو قرتها هتعرف مشكلة الراجل ايه مش مشكلته جهري بالنية بس لا اسمع يا سيدي فالراجل بيسأل بيكمل السؤال احنا نسه في صفحة السؤال زي ما انتم شايفين فقال هذا دين الله الذي بعث به رسوله يعني الراجل كذب على الدين وبيدعي كلام تاني غير الوحي خالص هو ده دين الله اللي نزل على الرسل يلا بقى دي كلمة عند العلماء اسمها اللي تقادب انك انت بتتكلم باسم الله وباسم الرسول وبتدعي قل اتعلمون الله بدينكم هو اوحي بعد رسول الله طيب ويجب على كل مسلم بص الحكم الشرع التاني ده ان يفعل هذا وكذلك تلوة القرآن يجهر بها خلف الامان فهل هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او احد من الصحابة او احد من الايمة الاربعة ده الراجل بيسأل اعمليه في الراجل اللي بيزع عندنا في المسجد ده ده لسه الراجل بيسأل ابن تيمية او من علماء المسلمين فاذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والعلماء يعملون هذا في الصلاة فماذا يجب على من ينسب هذا اليهم وهو يعمله ادي سؤال فهل يحل للمسلم ان يعينه بكلمة واحدة اذا عمل هذا يعني انصحه نعمل مع ايه ونسبه الى انه من الدين بصي بقى اللي جاي دي بقى اللي حطيت لك تحتها خط عشان تعرف ويقول للمنكرين عليه يعني لو حد اعترض عليه الراجل اللي بيزع في المسجد وعمل شوشرة ده لما حد بيعترض عليه تعالي بيقولهم ايه بيقولهم كل واحد يعمل اللي في مزاجه في الدين فرح ردد عليهم وقال ويقول للمنكرين عليه كل يعمل في دينه ما يشتهي اسمحول اقولها لكم كمان مرة الراجل مش مشكلته ان هو بيرفع صوته في نية الصلاة بس لا ده بيقول انا الدين بتاعي اللي على مزاجي اعمله حقولها كمان مرة للسادة اللي ما سمعوش هذا الابتصار المخل اللي حصل من الاستاذ اسلام وترمخ عليها بقدرة غريبة لا ادري سببها قال ايه الراجل بيقول ويقول للمنكرين علي اللي تحتها خطة احمر ايه كل يعمل في دينه ما يشتهي وانكركم علي جهل وهل هم مصيبون في ذلك ام لا اعزاء المشاهدين والمشاهدات نتضح يتضح من هذا المقال او من هذا السؤال ان فيه سؤالين اتنين سؤال فقهي وسؤال عقدي سؤال خص بالعقيدة وسؤال خص بالفقه الاسئلة اللي في العقيدة العقيدة عادة بتكون يا مؤمن يا كافر يا فاسق الاسئلة بتاعت الفقه طويلة شوية او الاصناف الفريتي بتاع التصنيفة بتاعتها ايه يا واجب يا مستحب يا جائز يا مكروه يا حرام يا ممنوع فالمهم عندك التأسيمة بتاعت الاحكام الفقهية غير التأسيمة بتاعت الاحكام العقادية عشان كده ربنا لما تكلم في الفقه افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستود ولا تستود ظلمات ولا نور ولا الظل ولا الحرور وما يستود احياء الاموات الاخر هذا الكلام انما في الفقه الامر فيه مرونة علشان كده لو حصل اي خلاف في قضية فقهية بينشأ حاجة يا حبابي اسمها المذاهب انما لو حصل خلاف في قضية على قضية بينشأ حاجة اسمها الفرق فالمهم الراجل هنا بيقول كلام خطير ان كل يعمل في دينه ما يشتهي انتو قارطوها بنفسيكم ايه الحكم يا مولانا ابن تيمية مش ابن تيمية لو واحد جيه قالك الدين بتاعي اللي عاوز يعمل حاجة يعملها بالصلاة عن النبي عارف يعني ايه كل اللي يعملوا في دينه ما يشتهي يعني اللي عاوز يزني تيكت ايزي توكل على الله يا فلان ازني كل اللي يعملوا في دينه ما يشتهي اللي عاوز يذكر اذكر كل اللي يعملوا في دينه ما يشتهي اللي عاوز ينحل اللي عاوز يمارس الشذوذ الجنسي يا عم بلاشوسوسة اتوكل على الله كل اللي يعملوا في دينه ما يشتهي ده مش دين ده ينفع بتاع زمان ده الاسمه بتاع الساكسونيا ده ايه واحد بيبدلك ببستلة وجردل ده كلام لا يقوله عاقل امال هو النوبنا بعت النبي ليه مهل عرب كانت اصلا بتتبع اهواها في طريقة العبادة والذين اتخذوا من دونها اولياء ما نعبدهم امال جيين هنا ليه قالك الا اللي يقربونها الى الله الزلف انتوا ما اردوش الاية افرائيتها من اتخذ الهاه هواه انتوا ما تعرفوش ان في ناس عبدت ده كان ابراهيم عليه الصلاة والسلام مما كان عايش كان فيه تشكيلة تشكيلة من الاهواء ناس بيعبدوا كواكب ناس بيعبدوا الملك ناس بيعبدوا الاسنام اثناء حياة ابراهيم ونزلك تلقى مناظرات ابراهيم مختلفة مع تلات جهات مش مع جهة واحدة فدلوقتي لما واحد بيقولك كل يعمل في ديني وبيصرح بهذا وبيقولك هو الدين بتاعي كده ده السيستم بتاعي كده هنا الكلام ده بيتصنف تحت باب اسمه باب الردة مش ابداء الاراء باب الردة حاجة لانه اذا جيه النص لو ربنا قاله اقيمه الصلاة وجيه واحد قال انا مسلم زي زيك بس ما فيش حاجة اسمها صلاة اقول له مسلم زي زيك دي عند بحلق ولا معرفش عند مين اللي بيقولوا عنه ده ما فيش حاجة اسمها مسلم زي زيك وانت بتنكر ما اسمته الاسلام واسمته القرآن لو افرد واحد قال لك انا اقول لكم على حاجة ما احنا مش حنتوه ها هو اللي كانوا ايام ابو بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاه ها ها هم ايه مشكلتهم المرتدين دول سموا المرتدين ليه صارا بيصالوا زيك شهدتين بينطقوا الشهدتين ها حج يا صلاة النبي لبيك اللهم لبيك ايه رأي حضرتك صيام يا سلام بيصوموا ستة شهر يا سيدي مش ربضان بس انما زكلة مش نزلالي من هنا ده اول درسي خديدتو الامة ان احنا يا اسلام ما بنبيعش بالتقصيد البيع بالتقصيد ده وتينفع في السرع المعمرة الاسلام ما بيبيعش بالتقصيد يتقباله كله يتسيب الاسلام كله انما بالطريقة بتاعتك دي الاكتزاء يقولك ايه ده ايه مئيه زي